على جبهتي ريفي حما ودرعا حققت فصائل المعارضة السورية تقدما خلال الساعات القليلة الماضية في معاركها مع قوات النظام فصائل المعارضة سيطرت على قرية عطشان وبلدة مورك الاستراتيجية الواقعة على الطريق السريع الذي يربط بين محافظتي حلب وحمى معلنة التقدم الأول لقوات المعارضة منذ بدء الضربات الروسية في سوريا مركز حما الإعلامي قال إن خسائر جيش النظام في مورك بريف حما كانت أكثر من مئة قتل فيما تم أسر مجموعة كبيرة واغتينام عدد من الدبابات والآليات العسكرية وبالتزامن مع تقدمها في ريف حما حققت فصائل المعارضة تقدما لافتا في درعا حيث استعادت سيطرتها على نقاط هامة في حي المنشية في درعا البلد بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام إثر هجوم واسع على عدد من النقاط العسكرية وشمالا إلى ريف دمشق حيث تجددت الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محيط مدينة دارية بالغوطة الغربية في حين قصفت قوات النظام أماكن في المنطقة الواصلة بين بلدة دروشا ومخيم خان الشيح بالغوطة الغربية أما ريف حمص فشهد قصفا عنيفا من قبل قوات النظام خصوصا الجبهة الغربية من مدينة تلبيسة أما المقاتلات الروسية فاستأنفت غاراتها باستهداف مشفا ومصنع أدوية في ريف حلب الشمالي المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء قصف آخر للطائرات الروسية على مناطق في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق ندى تواجري العربية